استقبل وزير الداخلية محمود توفيق الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة وعددا من قبار قادة قوات المسلحة لتقديم التغنية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الواحد والسفعين استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفدا من قبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والسبعين لعيد الشرطة في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن بطولات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية الخالدة تبره وتؤكد على ما يحمله رجال الشرطة من روح الوطنية والنضال وتعكس مدى تلاحم الشعب المصري مع شرطته في سبيل الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين وأن تلك البطولات ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود معربا عن تقديره لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات متواصلة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها والتصدي بكل حسم لأي مساس بأمن الوطن واستقراره من جانبه أشاد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بدور القوات المسلحة الباسلة في دعم الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد من مساهم في دافع عجلة التنمية مشيرا إلى عمق الروابط والتعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم في القوات المسلحة باعتبارهما جناح الأمن للأمة المصرية مؤكدا أن ما تقدمه المؤسستين العريقتين من جهود لحماية الوطن وفاء لتطلعات الشعب المصري العظيم سيظل يخلده التاريخ على مر العصور وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإهداء السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة